في النهاية الجمهور نتمنى البطولة تنجح نركز على أننا عندنا حدث عالمي ودولي مقام على أرض مصر إن شاء الله يستمر دعم الدولة لهذه البطولة والحرص على تقديم كل ما يمكن لللجنة المنظمة وقد حدث بالفعل بقيادة طبعا نجمنا محمد فضل هذا الشاب الواعد اللي الكل بيشيد بينه من مكاسب هذه البطولة إن شاء الله يستمر مع فريق العمل المعاون له على العمل بجهد كبير جدا طول الفترة اللي جاية وحتى تخرج البطولة وتنتهي بأفضل شكل ممكن ونتمنى الجماهير تتغلب على إحباطاتها وأحزنها بسبب هذا الشكل غير اللائق اللي ظهر بيه منتخبنا وزي ما قاله أستاذ جمال والمهانس فرج عامر مش مسألة مكسب وخصارة مش مسألة خروج من بطولة ممكن نخرج من بطولة بس نعمل اللي علينا نبذل جهد نكون على مستوى المسئولية جمهور كله خرج مبارح كل الناس على السوشيال ميديا بتقول شكرا لمحمد شناوي شكرا لطارق حامد أنتوا كنتوا نجمين في البطولة على مستوى المسئولية وبذلتوا كل الجهد لأن المؤشرات بتقول أن طارق حامد محمد شناوي أدوا أداء رائع يزيد عن حتى مستواهم في المنافسات المحلية أو في الدوري الممتاز وإحساسهم بمسئوليتهم ناحية المنتخب